حوادث الاستيلاء على الشحنات الطبية تتصاعد الحادث هذه المرة تقوده تركيا باستيلائها على شحنة أجهزة طبية إسبانية كانت في طريقها إلى مدريد مئات من أجهزة التنفس الاصطناعي لعلاج مصابي فيروس كورونا صنعتها شركة إسبانية في تركيا بمواد صينية احتجزتها أنقرة دون انذار مسبق وقررت الإبقاء عليها لعلاج مرضاها الوضع الإنساني المتأزم في إسبانيا دفع مدريد لبذل مساعي عدة للإفراج عن تلك الشحنة المقدرة بما يقرب من ثلاث ملايين يورو لكن دون جدوى وزيرة الخارجية الإسبانية قالت إن الحكومة التركية قررت إبقاء المعدات الطبية رغم مطالبة مدريد بالإفراج عن الشحنة ثلاث مرات لكن دون جدوى محادثات أجراها وزير الصحة الإسباني مع نظيره التركي حول مدى احتياج إسبانيا لهذه التجهيزات لم تسفر عن أي نتائج تقارير قالت إن الحكومة الإسبانية بصدد التقدم بشكوى دبلوماسية حول عملية الاحتجاز غير المبررة من قبل تركيا التي ترقى لمرتبة جريمة حوادث الاستلاء على الشحنات الطبية تصاعدت مؤخرا في ظل أزمة كورونا آخرها نفذته الولايات المتحدة على شحنة من الكمامات الطبية كانت في طريقها من الصين إلى فرنسا ترجمة نانسي قنقر